هي الزيارة الثالثة لجون بولتون لإسرائيل منذ توليه منصب المستشار الأمن القومي للولايات المتحدة هذه المرة تأتي في ظل تصاعد التوتر الإيراني في المنطقة وقبيل انعقاد القمة الثلاثية لمستشار الأمن القومي الملف الإيراني كان الأبرز في محادثاته مع رئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو هذا خاطئ تماما نحن في إسرائيل شهدنا عدوان إيران وازدياد مسعيها لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا واهتمامهم المتزايد بتوفير أسلحة متطورة إلى حزب الله وزيادة دعمها المالي لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني موقف بولتون بالشأن إيران لا يختلف عن الموقف الإسرائيلي حيث قال إنه سيفرض المزيد من العقوبات على إيران لقد أعيد بناء جيشنا وهو على أهبة الاستعداد وأصبح الأفضل على الإطلاق في العالم لقد تم فرض عقوبات على إيران وقد أضيفت المزيد من العقوبات في الليلة الماضية لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية لا ضد الولايات المتحدة أو ضد العالم بولتون سيلتقي كبارا قيادة جهاز الدفاع الإسرائيلي وسيلتقي كذلك نظره الإسرائيلي والروسي لمناقشة الأمن الإقليمي ودفع إصلاحات سياسية في سوريا قد تساهم في تقليص التأثير الإيراني في المنطقة إسرائيل عبرت عن ارتياحها من زيارة بولتون ونتنياهو ورحب بانعقاد القمة الثلاثية لمستشاري الأمن القومي والتي رأى بها فرصة للضغط لفرض عقوبات أكبر على تهران وفرصة للتجديد على موقع الإقليمي الذي سيدفع للمطالبة بالتنصيق الأمني ومنع التصعيد الإيراني على كافة الجبهات من القدس سمادر ملحم الحرة